تنفيذا لتوجهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نايب القائد الأعلى نايب الأول رئيس مجلس الوزراء لوضع حلول عاجلة لتخفيف الازدحامات وانسيابية الحركة على شبكة الطرق الرئيسة في المملكة صرح سعادة المهندس عصام عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بأن الوزارة قد انتهت من إنجاز مشروع ربط شارع 9 بشارع الشيخ عيسى بن سلمان السريع المرحلة الثانية بمنطقة لبسيتين مجمع 228 وذلك لمواكبة النمو العمراني في منطقة لبسيتين والمناطق الواقعة شمال المحرق مما دعت الحاجة إلى توفير مداخل ومخارج بديلة لشارع الغوص وشارع المطار لتوزيع الحركة المرورية في المنطقة من منطلق حرص وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على توفير كافة السبل لتسهيل الحركة المرورية في شوارع المملكة انتهت الوزارة مؤخرا من العمل على مشروع ربط شارعي 9 والشيخ عيسى بن سلمان السريع بلبسيتين وفق الحملة الإعلامية تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليف ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجرس الوزراء لوضع حلول عجلة لتخفيف الازدحامات وزيادة انسيامية الحركة المرورية في عدد من الشوارع الرئيسة في المملكة يعد المشروع ذو أهمية كبرى في مدينة المحرق وتكمل أهميته في مواكبة النمو العمراني في منطقة لبسيتين والمناطق الوقاعة في شمال المحرق حيث شملت أعمال المشروع على وضع طبقات الدفان ثم الرص بطبقة الإسفلت حيث يبلغ جمالي طول الطرق حوالي كيلو مترين ونصف المتر كذلك شمل المشروع على أعمال الإنارة وتركيب العلامات المرورية وصباغة الخطوط الأرضية بالإضافة إلى أن المشروع هو عبارة عن تكملة إنشاء طريق رقم 2841 كطريق مفرد بمسار في كل اتجاه وكطريق موازي لشارع الغوز ليربطه بالمخرج الحالي عند جسر الشيخ عيسى مما يساهم في تخفيف الازدحامات المرورية على شارع الغوز ويؤمن انسيابية الحركة المرورية بالمنطقة وبالأخص جزيرة الساية بما تحتويه من وحدات سكنية وتجارية كما أنه يسمح للمواطنين والمقيمين للخروج من المنطقة مباشرة على جسر الشيخ عيسى باتجاه المنامة وبالتالي تقليل زمن الرحلة المشروع تم إنجازها على مرحلتين المرحلة الأولى هي كانت ربط شارع تسعة بجسر الشيخ عيسى بن سلمان كمخرج باتجاه المنامة وتم هذا المرحلة إنجازها في أكتوبر 2016 طبعا المرحلة الثانية التي تم الانتهى منها هي استكمال مد شارع 2841 بطول أكثر من 2 كم إلى داخل منطقة البسيتين وذلك لتمكن أكبر شريحة ممكنة من قاطين المنطقة من استخدام هذا المخرج باتجاه المنامة وبالتالي تقليل زمن الرحلة للسباق الكرام وبالتالي أيضا تقليل اختناقات على شارع القوس وتقاطع القوس نفسه طبعا المشروع كان بكلفة 261 ألف دينار بحريني وهو يعتبر أحد المشاريع الأحد عشر اللي قام سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب القائد الأعلى لإيجاد حلول سريعة ولكن في نفس الوقت فعالة لتخفيف نقاط الازدحمات المرورية على مختلف نقاط شبكة الطرق في مملكة البحرين طبعا ميزة هذه الحلول أنها قصيرة المدى يعني ممكن تنفيذها في مدة زمنية قصيرة وبتكلفها منخفضة نسبيا لكن في نفس الوقت هي فعالة في تخفيف الازدحمات المرورية طبعا هي وزاة الأشقال أيضا عندها مشاريع طاولة المدى هي ماضية فيها بالإضافة إلى هذه المشاريع القصيرة المدى وتم تنفيذ هذا المشروع وفق خطة قصيرة المدى تضم 11 مشروعا عاجلا كجزء من خطة أشمل لتوسعة شبكة الطرق بقيمة إجمالية تبلغ مليارا ومئتي مليون دولار أمريكي ضمن برنامج التنمية الخليجي خلال عامين مما سيحدث نقلة نوعية في شبكة طرق البحرين لاستيعاب التوسع العمراني والتزايد في إعداد المركبات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر